نبدأ أخبارنا بفوز بيرمتز النهاردة على إنوغ رينجز نايدجيري بتلت أهداف مقابل هدف الموراء اللي أقيمت بينهم النهاردة في نايدجيريا الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكمفدرالية بيرمتز أخر بهدف في الشرط الأول واعتقدنا بأن الأمور هتتصعب لكن حول تأخره لفوز كبير سجلوا الثلاث أهداف محمد فاروق الأول من ضربة جزاء في الديئة 54 عمر العيوني في الديئة 83 وبعدين إسلام عيسى الهدف الثالث في الديئة 87 عشان يحقق بيرمتز أول فوز للفرق المصرية في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية ويعتلي صدارة مجموعته بشكل مؤقت قبل مباراة المصري ونوزيبه الموريتاني في نفس المجموعة واللي مقام حاليا واللي برضو المصري تقدم من خلالها بهدف لنايدجيري أوستن أموتو بيرمتز والمصري حالهم مختلف تماما عن الأهل والزمالك في الكنفدرالية أي نعم ممكن تكون الأمور أو المنافسين أقل شوية لكن فوز خارج الضيار بيديك ثقة كبيرة فوز كبير زي فوز بيرمتز النهاردة 3 واحد وإن شاء الله المصر كمان يحصله ويكسب هو كمان للوقتي خص ما ممكن ما يكونش بالقوة الخاصة بالنحية التانية النجم السحلي فرقة كبيرة جدا في تونس وفي إفريقيا وبطبيعة الحال نفس الكلام بالنسبة للزمالك مازم بي واحد من الفرق الصعبة جدا على أرضها وبالتالي الأمور مش عايزين نقارن أو نحط مقارنات ما بينهم لكن بداية جيدة جدا لبيرمتز والمصري إن شاء الله تكتمل على خير بالنسبة للمصري بيرمتز بداية جيدة خلت سبستاند صبر خلال مؤتمر الصحفي يقول إنه بيرمتز حقق فوز مهم في بداية المشوار للإفريقي وإنه الفوز هيعطي اللعبين دفعة معنوية فيما هو قادر وقال إنه الناص العددي لفريق رينجز بعد طرد المدافع في نهاية شوت الأول بالإضافة للتغيرات هي سر الفوز وبيتمنى إنه يستمر على المستوى ده لإنه طموحه هو الفوز باللقب قال كمان إنه واجه العديد من الصعوبات خلال المباراة أهمها الغابات بجانب الأجواء الخاصة بالحرارة والرطوبة العالية بجانب اللعب على ملعب نجيل صناعي وهو يعني ما بيكونش مناسب لكل اللعبين كمان خصم قوي وعنيد وعنده خبرات كبيرة في بطولات إفريقيا بيشارك دايما في الدور الأبطال أو في الكنفترالية وزي ما قلتلكم بداية بيرمتز قوية جدا في البطولة ضربة البداية بالنسبة لهم في مرحلة المجموعات مهمة جدا فيما هو قادم إن شاء الله المصري وبيرمتز هيتأهلوا من المجموعة بإذن الله ويكونوا في الأدوار المتقدمة